نأتي بقى لتشأوات القدمين طيب مية وصابون او شامبو او شاور جل يعني اي حاجة بتطلع رغاوي حطوهم في طبق وننقع في رجلينا عشر دقايق ونطلع حجرة ومش حجرة هنعمل بيها كده الحجرة هننقعها في زيت الزتون وعلى كعب الرجل بتاعنا كده وبعد ما هنخلص العملية دي هنلبس شراب وهنبلي طيب دقيق رز عسل خلي طفاح ننقع برضو في طبق طبق بقى غسيل طبق مية اي طبق عندنا في البيت هننقع رجلينا فيه لمدة ربع ساعة وبعدين نطلع رجلينا نشطفها وهكذا معينا البطل برضو زيت زتون زيت زتون والحجرة والحجرة دي جاي عايز اقول لكم انها حجرة جميلة جدا دي حجرة تحت زمان اللي كانوا بيستعملوها في هم بيعملوا حمام مغربي ورجليهم ومش عارف ايه الحجرة دي احلى حاجة في الدنيا سيبوكوا بقى من الحاجات اللي هي نازلة حديثة دي اللي هتعودي كده واتقشري الجلد والكلام ده طيب رابع حاجة لمون مية لمون بس مية تبقى دافية شوية ربع ساعة نطلع نشطفها زيت زتون والحجرة اخر حاجة معنا النهاردة مية تورد وغليسرين واعتقد ان احنا مش هنشتريك غليسرين ومية تورد عشان خطر نعمل رجلينا بس يعني لو عندنا متوفر داف البيت مية تورد على غليسرين على مية عادية هننقعهم لمدة ربع ساعة هنخرج رجلينا تاني زيت زتون بالحجرة وفي الاربع وصفات دول بنلبس الشراب بتاعنا والنام اشتركوا في القناة